في الفيديو الأخير تحديتك أن تكتب العديد من فيبوناتشي فانكشنز أحدها يمكنه حساب العنصر النوني لمتسلسلة فيبوناتشي سواء كان ذلك بشكل تكراري أو بشكل عكسي وأنا سبعله في الخطوة الأولى هنا وأنا سألك في الفيديوهات التالية العديد من الطرق حتى تستطيع القيام ذلك بشكل تكراري لذلك دعونا نقوم بتعريف فانكشن يسمى فيبوناتشي وهو يحتوي على متغير يسمى n والذي سنقوم بالمرور عليه خلال الفانكشن ونحن نعلم أن تعريف أول عنصرين في سلسلة فيبوناتشي هما 01 لذلك دعونا نصنع قائمة لأنفسنا وهذا شيء مفيد للاهتمام وهذه هي المرة الأولى حقا للقيام ببعض هل تعلم معالجة بعض القوائم في هذا الفيديو إذن العناصر هنا العنصر الصفري في متسلسلة فيبوناتشي وهو صفر والعنصر الأول هو واحد هذا حسب التعريف لذلك نحن فقط قمنا بهذا الكود الموجود هنا ثم بعد ذلك الشيء الذي سنقوم به هو سنقوم ببناء هذه القائمة لجميع العناصر حتى تصل إلى العنصر النوني ثم إعادة العنصر النوني من تلك القائمة والسبب في أنني أريد القيام بذلك هو أنها تصبح قابلة للحفظ كالذاكرة لجميع أرقام فيبوناتشي الأمر الذي يساعد في حساب جميع أرقام فيبوناتشي الإضافية لذلك دعونا نفعل ذلك بهذه الطريقة أنا سوف أستخدم حلقة وائل وأنت يمكن أن تستخدم حلقة فور لكن الأقرب للطبيعة هي وائل في هذه البطعية وحقيقة قبل أن أقوم بتعريف حلقة وائل يجب أن أقوم بتحديد متغير التكرار لذلك يجب أن أقول أنا سأفرض بأن قيمتها تساوي صفر i تساوي صفر وأنت سوف ترى كيف يعمل هذا خلال ثوان لذلك سأقول أنه عندما i أقل من أو تساوي n سوف أبدأ عند صفر وتزداد قيمتها لتصل n وصراحة لا ينبغي أن أبدأ بالصفر السبب أننا لدينا هذه القيمة الصفرية في العنصر الأول هنا نحن نريد بناء الأول والثاني والثالث والرابع على هذه الطريقة إلى العنصر النوني لذلك دعونا نبدأ بi تساوي 2 نحن لدينا بالفعل العنصر الصفري في القيمة الأولى ونقوم ببناء العنصر الثاني لذلك نريد أن نبدأ بi تساوي 2 بشكل تصاعدي بما أن ذلك العنصر النوني ولهذا السبب نقل أقل من أو يساوي n نستمر في إضافة العناصر إلى هذه السلسلة لذلك عندما تكون i أقل من أو تساوي n أنا سوف أخذ هذه القائمة الموجودة هنا وإلى نهاية هذه القائمة وهذا الفنكشن ضمني لأي قائمة في لغة بايثون وأنت تتعلمها الآن ويمكنك أن تبحث عنها وحقيقة فإن بيئتي التطويرية ترشدك فأقوم باستخدامها أستطيع أن أضيف لنهاية القائمة عنصر آخر والعنصر التالي الذي سأقوم بإضافته إلى نهاية القائمة سيكون مجموع العنصرين السابقين له لذلك سوف يصبح العنصر i-1 وهذا هو العنصر السابق العنصر i-1 فعليا يشير إلى العنصر السابق بالإضافة إلى العنصر i-2 لذلك هي فعليا سوف تقوم ببناء متسلسلة في بوناتشي وبنائها في هذه القائمة ثم بعد ذلك سوف نقوم بزيادة قيمة i i-1 إذا لم تقوم أبدا بزيادة قيمة i فإن هذه الحلقة سوف تبقى تدور إلى ما لا نهاية لكن بهذه الطريقة سوف تبقى تزداد أكثر وأكثر حتى في مرحلة i لن تكون أقل من أو تساوي n ثم بعد ذلك سوف نقوم بإيقاف هذه الحلقة ثم توقفها ويمكنك بعد ذلك إعادة العنصر النوني أو قيمة العنصر النوني n في متسلسلة في بوناتشي لذلك سوف نقوم بإعادة العنصر النوني في العناصر return terms للأن ودعونا نرى إذا كان هذا سيعمل أم لا دعونا نضحص أنا سأقوم بالانتقال بشكل تصعدي إلى العنصر النوني وحقيقة العنصر النوني هنا نعم هذا يجب أن يعمل بشكل صحيح لأنه إذا كان لدي في بوناتشي الصفر وأنا أريد أن أعيد العنصر الصفري هذا العنصر الموجود هنا وإذا كانت في بوناتشي واحد فإنني سأعيد العنصر الموجود هنا لذلك فإن العنصر الأول الموجود هنا ليس الصفري ولكنه الأول وهذا يبدو أنه سوف يعمل بشكل صحيح ولكن صراحة قبل أن أقوم بالقائمة أريد أن أتأكد من أنك فهمت ما قمت به هنا في القائمة لذلك أريد أن أريك مثال بسيط عن كمفية عمل القوائم وإذا قمت بتعريف A كقائمة وإذا كنت تقول أنها تقوم بشيء غريب أنا سوف أقوم بتحديث قائمتي بالشكل التالي واحد اثنان وإذا كتبت A فأنها تساوي واحد اثنان إذا كتبت A.append إذا أردت قيمتها فأنها تساوي سبعة في النهاية وإذا كنت أريد أن أشير إلى العناصر هنا A الصفر يجب أن تكون العنصر الأول العنصر الثاني يجب أن أضع اثنان داخل الأقواس ويجب أن تعطيني سبعة وهذا هو بالضبط ما أقوم به هنا وعندما أقول العنصر A ناقص واحد فإننا نضيف عنصر جديد هنا لذلك هذه هي المرة الأولى التي نمر من خلال الحلقة ويكون مجموع عناصر A ناقص واحد ذلك في الدولة الأولى في الحلقة A تساوي اثنان A ناقص واحد هو واحد وهو العنصر واحد زائد العنصر الصفر لذلك فهو العنصر واحد مضافا إليه العنصر الصفر ثم بعد ذلك سوف يستمر باستخدام هذه الطريقة حتى يقوم ببناء العنصر النوني حسنا يكفي الحديث عن هذا الموضوع وأنا سوف أشرحه بشكل أوضح في الفيديو التالي مع مثال عملي لكن دعونا نرى ما الذي قمنا بكتابته هل يعمل أم لا فقط دعوني أقوم بتشغيله حسنا دعونا نرى إذا ما حصلنا على النتائج حسنا دعونا نعود إلى البداية في بناتش صفر حسنا هذا يبدو جيدا دعونا نجرب في بناتش واحد هذا يبدو جيدا أيضا في بناتش اثنان أيضا يجب أن يكون واحد وهذا يبدو جيدا في بوناتش الثلاثة هذا يجب أن يكون اثنان الآن والسبب هو أننا أخذنا مجموعة واحد زائد واحد وهذا يعمل بشكل جيد دعونا نجرب في بوناتش عشرة وهذا أيضا يبدو رائعا دعونا نجرب في بوناتش لرقم كبير في بوناتش المائة هذا الرقم يبدو رقما كبيرا جدا وأنا لا أريد أن أمر خلال جميع الأرقام الكبيرة والطويلة ولكن دعونا نحاول شيء ما أقل قليلا هنا دعونا نحاول في بوناتش عشين وهذا يبدو أنه يعمل بشكل جيد وأنت يمكنك أن تجربه بنفسك وهذا فقط تطبيق واحد عليه ثم في الأشياء القادمة سأحاول أن أطبقه بطريقة أخرى ربما سأقوم به من خلال حلقة فورلوب أو أن أقوم به بشكل عكسي ترجمة نانسي قنقر